مفيش احلى من كوباية الشاي باللبن في العيد الصبح مع بسكوت العيد الجميل البسكوتة حتنزل تدوب فيها على طول البسكوت ده من غير بيض او لبن او عصير او حتى نشادر امال حتعمليه ازاي يا ماجي تابعوا معايا الفيديو وحتعرفوا ان شاء الله بس قبل ما نبدأ اوعو تنسوا اللايك الجميل اللي هيشجعني قدملكو كل جديد ويلا بينا نبدأ اهلا بيكو مرة تانية زي ما قريته في العنوان كده هنحضر مع بعض النهاردة بسكوت العيد بتلات مكونات فقط اللي انت شايفاهم قدامك لا هنستخدم لبيض ولا لبن ولا نشادر عاوز اقولكو حبيبي ان الوصفة دي بعتمتها من سنين طويلة جدا جدا وانتي كمان لو جربتيها مش هتعملي غيرها بعد كده هنحتاج في وصفتنا النهاردة لتلك كبيات من الدقيق المخصص للكحك والبسكوت او يكون جقيق فاخر كبايتين اللي ربع زبدة بدرجة حرارة الغرفة ولازم تكون الزبدة نوع فاخر علشان الوصفة تنجح معانا اخر حاجة كباية واحدة من السكر البدرة ويلا بينا نحضر بسكوت العيد مع بعض هنجيب المكسر بتاعنا وفي الخطوة دي ممكن تستعملي المضرب الكهربائي هننزل فيه بالزبدة بعد ما نزلنا بالزبدة في المكسر نبدأ نضربها لحد ما لونها ما يبيض معانا ونفس النظام برضو لو هتستخدمي المضرب الكهربائي نضربها بقا مع بعض بعد لما ضربنا الزبدة ننزل بنصف كمية السكر نبدأ نضرب تاني لحد لما السكر يختفي معانا وتبقى لونها مبيض بعد لما السكر اختفى مع الزبدة نبدأ ننزل ببقية الكمية بتاع السكر بعد حبيبي لما ضربناها بالشكل دهوت الزبدة مع السكر نبتدي بقى ننزل بكمية الدقيق وأهم حاجة علشان البسكوت يطلع ناجح معاك لازم تستعملي نوع كويس جدا جدا من الزبدة وأنا بصراحة بستعملي الزبدة النيوزيلاندي بعد ما حطينا الدقيق زي ما انتوا شايفين في القطوة دي تقدري تعجينيها بأيديكي بس أنا قلت أسهل على نفسي وأحطها في المكسر يدوب حتاخد خلطة سريعة لحد ما الدقيق يتجانس مع الزبدة وتتلمي العجينة الخطوة دي مش محتاجة عجن كتير وبكده خلصنا عجينة البسكوت نبتدي نشكلها مع بعض الأمع اللي أنا هشتغل بيه ده حبايب قلبي اسمه أمع مشت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هبتدي بقى بعد كده هعب العجينة ديت بتحت البسكوت في كيس الحلواني هنجيب بعد كده حبايب كوباية وتنزلي فيها كده بكيس الحلواني وبعد كده تبتدي تنزلي بعجينة البسكوت فيها هنجيب صاق حبيبة قلبي ونبتدي نشكل البسكوت زي ما انتوا شايفين وكله يبقى مقاس واحد شايفين حبايب قلبي ما شاء الله حكمل بقى الباقي وحرجعلكم مرة تانية بعد ما شكلنا البسكوت زي ما انتوا شايفين هندخله دلوقتي الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق أهم حاجة انك بعد ما تخلصي عجن البسكوت تشكليه على طول واتدخليه الفرن على طول ولما يطلع من الفرن هوريك البسكوت ان شاء الله ايه رايكو بقى حبيبي في بسكوت العيد بعد ما خرجنا من الفرن عاوز اقولكو ريحتو قلب المكان هسمعكو صوت ارمشته سمعين بقى حبيبي الارمشة بتاعته شايفين ما شاء الله عليه ما شاء الله شايفين الارمشة بقى بتاعته شايفين بقى التسوية بتاعته ما شاء الله عليه أحلى بقى من بتاع المحلات الكبيرة ولا لا ولا طعمه بقى ما اقولكيش عليه طعمه خطير جدا 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 يلا قومي جربي الطريقة دي والله العظيم حتدعيلي لو حتحتفظي بالبسكوت مدة طويلة لازم تحطيه في علبة مقفولة زي ديت كده بالزبط علشان ما يجلوش اي رطوبة ويطرى بتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكو ما تنسونيش بقى في اجمل لايك منكو ولو اول مرة تشوفوني فاهلا وسهلا بيكو واتمنى تشتركوا في القناة علشان توصلكوا كل وصفاتي دايما بحبكو في الله واشوفكو على خير في فيديو جديد ومع السلامة